أهلاً ومرحباً بكم في قناتكم معلومة صح طرق لزيادة السرعة التدرب على الرقد بالطريقة الصحيحة عندما نركض عادة فإننا لا نعطي تركيزاً كبيراً للطريقة التي نركض بها إذ إنها هي الطريقة التي تعلمناها منذ الصغر لكن العدائين المحترفين أو الرياضيين على وجه العموم يعطون أهمية كبيرة للطريقة التي يركضون بها فطريقة الرقد الخاطئة قد تضيع الكثير من الطاقة التي من الممكن استغلالها في زيادة السرعة زيادة القوى العضلية فالرقد كمختلف النشاطات الأخرى يحتاج إلى قوة عضلية في جميع أنحاء الجسم حتى اليدين ولكن بالتحديد عضلات القدمين فباستطاعتك أن ترى أن عدائي المائة متر يمتلكون قوة عضلية كبيرة جداً وهم في العادة الأسرع بين الناس زيادة اللياقة البدنية فطبيعياً ستحتاج إلى لياقة بدنية عالية كي تستطيع الركض بسرعة كبيرة إذ أن اللياقة البدنية تزيد قوة القلب والرئتين وبالتالي إعطاء طاقة كافية لمختلف عضلات الجسم مما يمكنك من الركض بسرعة أكبر التدرب عن طريق الرقد على الرغم من أن هذه ستكون أحد الأساسيات من أجل زيادة السرعة إلا أن أكثر الأخطاء التي يقع فيها الناس عادة هي ترك الأساسيات وفي هذه الحالة فإن أحد الأساسيات هي الرقد بشكل مستمر فعلى الرغم من أن التمارين الأخرى ستساعد على زيادة سرعتك إلا أن الركض يجب أن يكون أحد التمارين الأساسية التي تقوم بها بشكل مستمر من أجل زيادة السرعة إن التدرب من أجل زيادة السرعة هو كالتدرب من أجل زيادة العضلات أو إنقاص الوزن فستحتاج إلى الاهتمام بالطعام الذي تتناوله والإحماء قبل الركض بالإضافة إلى الاهتمام بأخذ قصط كاف من الراحة كي تساعد العضلات والجسم على تطوير نفسك وتحسين آدائك كما أنه لزيادة السرعة عليك أن تكون في حالتك الأفضل أولا فإن كنت تعاني من زيادة الوزن على سبيل المثال فإنك ستستطيع زيادة سرعتك عن طريق إنقاص وزنك أولا كما أنه من المهم القيام بتمارين الاستطالة بشكل دائم إذ إن المرونة ستساعدك على الرقد بشكل أسرع وستساعدك على تجنب الإصابات أثناء الرقد وآخر الملاحظات هي الاهتمام بنوع الحذاء الذي تلبسه أثناء الرقد فعلى الرغم من أن الحذاء قد لا يساعدك على زيادة سرعتك إلا أنه سيساعدك على تجنب الإصابة وتخفيف الضغط على مفاصل الجسم أثناء الرقد انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر